بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة نادي الألي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس كلنا زعلانين طبعا لأنها هزيمة تزعل هزيمة منتخبنا الوطني في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب منتخبنا الوطني بيهزم من المنتخب التونسي بهدف مقابل لشيء وهو هدف عكسي لعمر السلية عمر السلية كرة لعبت بالعرض جات في دماغه دخلت جون هنتكلم لأنه الحقيقة على السوشال ميديا الناس ألبها أهلي وزمالك الناس ألبها أهلي وزمالك وهذه ليست الحقيقة كرة القدم فيها كل شيء عمر السلية أفضل لاعب في هذه البطولة من وجهة نظر فنية خالصة بعيدا عن أنه لاعب في النادي الأهلي أو غيره ولكن عمر السلية أفضل لاعب في هذه البطولة من وجهة نظر يعني أنا سألت ناس كتيرة جدا بعيدا عن وجهة نظر أنا كمان ولكن أنا سألت ناس كتيرة جداً الكل أجمع على أن عمر السلية هو أفضل لعب في هذه المباراة أيضاً مش عايز أقول مصطفى فتحي مش مصطفى فتحي أنه هو عمل الفاول قلت خبرة طبعاً من مصطفى فتحي أنه هو يعمل فاول في هذه المنطقة في التوقيت ده ولكن مش مصطفى فتحي هو سبب الهزيمة مش مصطفى فتحي الكرة جات له حطها قود فبالتالي هو أو دخل مع مروان حمدي فبالتالي أصبح مصطفى فتحي هو سبب الهزيمة جماعة من فضل حضراتكم الموضوع أبسط من كده بكتير ولا عايزين نقلبه أهلي وزمالك ولا عايزين نقلبه حاجة أخرى كل واحد عمر السلية لاعب رائع جداً وجهة النظر أنه هو الأفضل في منتخبنا الوطني خلال كل المباراة مصطفى فتحي ليس هو ما كانتش المباراة الكويسة اللي هو نزل فيها وما عملش حاجة فيها كويسة ولكن ليس هو سبب خسارة المباراة ده مية في المية خلوني أقول لحضراتكم من الناحية الفنية محدش يقدر يتكلم ويقول هذا الكلام